موسيقى هو استحقق وطني لتجندة حوالي تقريباً 3 ألف دي الموارد البشرية المديرية في 47 مركز 47 ملاحظة 47 رئيس اللجنة إقليمية موسعى لجنة الغيش لجنة التتبع يعني الأمور تمر في ظروف عادية يعني كما اعتدنا على ذلك في المواسم المقبلة نسبة الظروف هي كانت جداً عادية نظراً لأن هذه العملة أولاً استئسنا بها أكثر من خمس سنوات ونظراً تبني سبل تهيئ القبل اللي تيكون في ظروف طبيعية وكل شيء يعني تشترك فهما تيكونوا عارفين كل حيواتي ويكونوا عارفة الضور دياله لذلك فالأمور كانت عادية جد جد للغيش فهي عملية كنراقبوها يعني بشكل عادي نظراً لأن التتلامد فهما والمترشحين فهما سنسوا بالعمل لأنهم يحاولوا تجنبوا جميع المسائل اللي ممكن تأثر لهم على السير العادي المتحانة ديالهم وذلك سواء بحضار أي آلة من الآليات الإلكترونية أو لأي وسيلة ممكن يتعاونهم في الغيش وكانت واحد تأطير لذيني مدة شهر تقريباً في طال استعدادات فأطرناهم زيان وشرحناهم طال قانون وطالوا عليه مش أنهم هاد النهار يكونوا في المستوى وحقوا الأماني ديالهم ودال والدين ديالهم جانب النفسي فكان واحد جانب تربوي بعده جانب النفسي جانب تربوي كان من خلال دروس الدعم يقدمهم السادة الأساتيدة والجمعية الشركة ديالنا وجمعية أباء وأولياء همهات تلاميذ بالنسبة لليوم فكما لاحظوا فمنذ التحاقهم بالمركز مع السبعة ونصف كان واحد لاستيقبال في الباب المؤسسة وكان واحد تعمل استيتنائي وما من الفين فالحق لاستيقبال ديالهم لكننا حاولنا نركزه على الجانب النفسي لأننا نتعرف الجانب النفسي الآن نركيه من الثلاثمانين في المئة يمكن لما كانش أكثر ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس اشتركوا في القناة